تشارك مديرية الأمن العام بفعاليات معرض سوفيكس الأردن الذي انطلق تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين والذي يتضمن مؤتمرا ومعرضا للذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الأول في المنطقة تأتي مشاركة مديرية الأمن العام بمؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني للاطلاع على أحدث ما توصل له العالم في مجال عجلة الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والبيانات وبما يخدم العمل الأمني ويضمن تقديم الواجبات وفق أعلى درجات الحرفية والتميز والفعالية اليوم مدرية الأمن العام تشارك في معرض الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني سوفكس 2021 من خلال بوث تعرض في مدرية الأمن العام مجموعة من التطبيقات التكنولوجية المعبر عن الذكاء الاصطناعي الموجود بين عيد الرجال الأمن العام والدفاع المدني في خدمة المواطنين بالإضافة إلى الأنظمة الإدارية وقدمت مدرية الأمن العام خلال المؤتمر ما يزيد عن 13 نظام وتطبيق محوسب في عدة مجالات تم بناؤها وتشغيلها بكفاءات وعقول لمهندسين ومبرمجين من مرتبات الأمن العام كأنظمة وتطبيقات الأمن الجنائي ونظام التحليل المكاني على نظام الحوادث والأنظمة الخدماتية بهدف تحصين الأداء الوظيفي في إنجاز الأعمال بوقت وجهد أقل وبدقة عالية تمثلت مشاركة مدرية الأمن العام في معرض الذكاء الاصطناعي في عدة تطبيقات وبرامج تم بنائها بجهود مرتبات إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق التذقيق الأمنية وتطبيق المراكز الأمنية المتكاملة هذه التطبيقات هدفت إلى تقديل الوقت والجهد وتسهيل مهمة الرجال الأمن العام في الميدان تطبيق الخارطة التفاعلية الرملية بالإضافة إلى تطبيق نظام درونز وتطبيق أمن 911 و114 الخاص لذوي العقاء الصم يشار إلى أن الذكاء الاصطناعي هو أحد أقسام علوم الحاسوب التي تهدف إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني من خلال الحواسيب الذكية وأنماط عملها حيث تمتلك مديرية الأمن العام كما هائلا ومجموعة غانية من البيانات المختلفة التي تسعى لتوظيفها في خدمة العمل الأمني ما ينعكس إجابا في تعزيز الأمن الوطني المجتمعي ترجمة نانسي قنقر